محمد ياسر محمد ياسر كنا جبناه في الحلقة السابقة محمد ياسر هو واحد من لعب النادي الاهلي المعارين الى الدوري التشيكي تبعناه في الحلقة اللي فاتت ما شاء الله بيقدم بيقدم مستويات جيدة مع نادي في الدوري التشيكي بيلعب في الدوري التشيكي في الدوري الممتاز السنة دي من قبل المدير الفني معجب به كده معه فترة اعداد قوية مع بداية الدوري بيشارك بصفة أساسية آخر أهدافه كان فريقه خسران واحد صفر نزل في الديار خمسة وتمانين أمام سبارتا براجد تشيكو زي ما احنا شافين الهدف وقدر يحقق أو يحرز هدف التعادل محمد ياسر هو موليد الفين وواحد يعني منتخب أولمبي مستر ميكالي أعلن عن أسماء لعب المنتخب الأولمبي بالأمس المحترفين تلاتة محترفين ولم يتواجد محمد ياسر من ضمنهم أتمنى هنا من المنتخب الأولمبي لحنا بنشيد بالجهاز الفني مستر ميكالي وكابتن والرياض وكمان كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب نظرة النهاردة عندك لعب بيلعب في دوري تشيكي دوري قوي بيلعب بصفة أساسية النهاردة لعب خامة مبشرة وخامة مميزة وزي ما احنا شافين هو ده هو ده الهدف معانا محمد ياسر لاعب يمتاز بطول القامة ودي أول أهداف والسنادي في الدوري تشيكي ما شاء الله شايفين القوة شايفين قطع على العرضة الأولى بحط بدماغه في الزوال بعيدة يعني النهاردة مميزات لاعب مهاجم واعد وصاعد وان شاء الله يكون مستقبل للكرة المصرية والنادي الأهلي محمد ياسر فالنهاردة نظرة بقى نظرة من الجهاز الفني المنتخب الأولمبي زي ما بتشوفوا الناس كلها لمحمد ياسر دي هتفرق كمان معاه معنويا كتير جدا مشاركاته هتحط قدامه حافز ان الناس والمسؤولين في المنتخب الأولمبي عنهم عليه فان شاء الله احنا عندنا ثقة في الجهاز الفني زي ما كان فيه اداء رائع في كهاز القومة الأفريقية الأخيرة برضو احنا عندنا بعض الكسور في مركز رأس الحربة في منتخب مصر الأولمبي فالنهاردة عندك الحلة عندك الحل السحري والحل البديل فالنهاردة ان شاء الله يكون محمد ياسر متواجد خلال الفترة القادمة وكمان دخل ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة في الدورة تشيكي لو عندنا الجولة لو عندنا يا شباب ممكن نعرضها على الشاشة دلوقتي طيب هيجيبوها دلوقتي ده برضو شيء بيدل انه هو ماشي النهاردة بخطة جيدة في الدورة تشيكي والنهاردة من اول الدورة تلعب خمس مباريات شارك فيهم كلهم ممكن بعض المباريات نزل بصية يعني في التشكيلة الأساسية وبعض المباريات كان احتياطي ونزل وزي المباراة السابقة أمام سبارتا براج وقدر يحرز فيها هدف فالنهاردة دخل من ضمن التشكيلة الأساسية في الجولة الخامسة فالنهاردة ده شيء جيد محمد ياسر واحد من اللعيبة اللي كان قطاع الناشئين جابهم من خمس سنين من شيربين من محافظة دهلية وده كان من ضمن العناصر اللي اضيفت لقطاع الناشئين بدأ يتمرن لما جات فترة الاعارات للتشيك طلع بعض اللاعبين من ضمنهم محمد مغربي اللي موجود دلوقتي في سموحة عارف نادي سموحة وايضا متواجد في المنتخب الوليمي كان من ضمنهم محمد ياسر محمد ياسر استمر هناك هناك الصعوبات اللي قبلها في البداية حتة اللغة النهاردة تغلب على النقطة دي تعلم اللغة هناك بدأ يتعامل اتعود على الاحمال البدنية في الدور التشيكي وكنا في الحلقة السابقة كان من قل من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها وبلاقي فيها صعوبات اول حاجة اللغة وقال لي تعلمتها تاني حاجة الاحمال البدنية قال لي هنا التمرين خاصة ان الاحمال البدنية كبيرة جدا وعنيفة ففي البداية ما كانش مستحمل الامور دي دلوقتي ما شاء الله عليه هو ده سورة محمد ياسر وهو النهاردة اللي على اليمين اللي واخد سبعة وسبعة من عشرة محمد ياسر في تقييم التشكيل المثالي لجولة للجولة رقم خمسة من بطولة الدوري التشيكي من التمانية لكن ان شاء الله محمد كل التوفيق وقريبا تكون موجود في المنتخب الأولمبي نروح بقى لفاصل وبعد الفاصل اول فكراتنا مع الاساس محمد صادو عندنا فكرة مهمة جدا ارشيف الصحافة هيكون معانا منشتات معانا صور قديمة لمجوم كبار هنشوف ده كله ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة